من المعتقد أنه بين عام 2005 و عام 2013 استطاعت إيران الحصول على 16 مليار دولار على الأقل باستخدام النظام المالي الفنزويلي في الفترة التي كانت تعاني إيران من العقوبات الدولية كان هذا جزء من مقابلة خاصة لأخبار الآن مع ماريا كورينا متشادو المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية الفنزويلية والزعيمة السياسية لحركة فنزويلا تتقدم المعارضة تتحدث عن استخدام إيران للنظام المالي الفنزويلي للحصول على ملايير الدولارات أمام العقوبات الأمريكية بالنسبة للعلاقة مع النظام الإيراني فهي تعود لزمن طويل ولكن ازدهرت هذه العلاقة عهد الرئيسين هوغو تشافيز وأحمد نجات إذ تحولت لعلاقة عسكرية لأول مرة بين طهران وبلد في أمريكا اللاتينية لأول مرة كان لإيران علاقة عسكرية في أمريكا اللاتينية إنها علاقة معقدة ومرتبطة بأنشطة استخباراتية وأخرى مالية عرضها نظام الفنزويلي على إيران عندما كانت تعاني من مشكلات مالية من المعتقد أنه بين عام 2005 وعام 2013 استطاعت إيران الحصول على 16 مليار دولار على الأقل باستخدام النظام المالي الفنزويلي في الفترة التي كانت تعاني إيران من العقوبات الدولية ومؤخرا أصبح النظام الإيراني يدعم نظام دورو في فنزويلا من خلال نقل وتوصيل النفط متجاهلا العقوبات الدولية لكن كيف بدأت العلاقة بين طهران وكراكاس حتى أصبحت تحالفا إقليميا هدفه لالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام البلدين العلاقات بين طهران وكراكاس قوية وجيدة ويمكن وصف هذه العلاقات بأنها علاقات استراتيجية دعني أبدأ مما وصلت إليه فنزويلا في الوقت الحالي فنزويلا دولة تخضع لاحتلال مجموعات أجنبية إجرامية وبالتأكيد هذا يشكل تهديدا لجميع الدول الديمقراطية في نصف الكرة الأرضية العلاقة مع إيران هي جزء من العلاقات الواسعة مع هذه المجموعات التي لا تسيطر على الأراضي الفنزولية فحسب بل أيضا على الموارد الطبيعية والمؤسسات نتحدث هنا عن العصابات الكولومبية وتجار المخدرات والجماعات الإسلامية المنتطرفة ومجموعات أخرى تغتص بالتهريب والتعدين والأنشطة غير القانونية في بلادنا باستخدام التقنية إليها بلادنا ومتعام نفرحة إلى الوصولة للترطريق بلادنا ومتعام نفرحة إلى الوصولة ومتعام نفرحة إلى الوصولة